اشتركوا في القناة وردت الفنانة المصرية حرية فرغلية الموجودة حاليا في امريكا لاجراء عملية جراحية في انفها وردت الفنانة رانيا محمود ياسين على تلك الانباء في تصريحات صحفية ونفت ما تم تداوله وطمأنة الجميع على سلامتها وطالبت الجميع بالدعاء لها لانها في حالة حرجة جدا وطالبت الجميع ايضا بعدم نقل تلك الاخبار الكاذبة وتربط الفنانة رانيا محمود ياسين علاقة صداقة مع الفنانة حرية فرغلية حاليا خارج مصر لاجراء جراحة عاجلة ومهمة وانها كانت تتواصل معها خلال الايام الماضية وفي سياق متصل تابعت رانيا خلال مداخلة هاتفية في برنامج حديث القاهرة والمزاع على شاشة القاهرة والناس قائلة اخر مرة تواصلت مع الفنانة حرية فرغلية كان منز يومين وتحديدا قبل سفرها بساعتين واليوم جراحتها ومدتها تسع ساعات وهو ما يجعلني اشعر بالقلق خصوصا ان احد الاطباء اخبرني ان حالة الفنانة حرية فرغلية غير مستقرة على الاطلاق وحالتها حرجة جدا وفي سياق اخر حديث عن ابرز المحطات المؤسرة في حياة الفنانة حرية فرغلية ووفاة خطيبها قبل زفافها بساعات واجراءها العديد من العمليات الجراحية في الانف تمنت الموت اكثر من مرة كل هذا واكثر في التقرير التالي حرص عدد من نجوم الفن على دعم الفنانة المصرية حرية فرغلية في الازمة التي تمر بها خلال الفترة الحالية بسبب ابتعاد عدد كبير من اصدقائها والمقربين عنها بعد مراضها وتشوه انفها واستئصال الرحم وغيابها عن الاعمال الفنية منذ نحو عامين قبل دخولها الوسط الفنية حصدت الفنانة حرية فرغلية لقب ملكة جمال مصر عام 1200 الا ان حياتها انقلبت رأسا على عقب بعد تعرضها لحاد السيرة وانكسار انفها وكغيرها من السيدات حلمت بان يكون لها زوج واطفال الا ان خطيبها توفي في حاد السيرة قبل يوم واحد من الزفاف وخضعت لعملية استأصلت فيها الرحم فتلاشت احلامها بان تكون ام الى الابد ازمة نفسية كبيرة تعيشها الفنانة حرية فرغلية والتي ظهرت بشكل مفاجئ بعد غياب ثلاث سنوات دون ظهور فني او اعلامية بسبب مرضها الذي تحدثت عنه في تصريحات اعلامية وهو فقدانها حاسة الشم والتزوق منذ ثلاث سنوات وذلك بسبب اجراء عملية في الانف وعبرت الفنانة حرية فرغلية عن حزنها الشديد لان جميع اصدقائها ومن يعملون معها لا يسألون عنها نهائيا منذ مرضها وانها تنتظر فتح السفارة الامريكية للسفر لاحد الاطباء المتخصصين هناك ليقوم بعلاجها حرية فرغلية تعيش في ازمات عديدة منذ ولادتها ونشأتها حتى الان نرصد لكم ابرز الازمات التي عاشتها حتى الان ازمتها الاخيرة تعرضت لفقدان الشم والتزوق منذ ثلاث سنوات وقالت عن ازمتها ان كل الناس بعد تعني والناس اللي كانت تشتغل معايا من عشر سنين مش بتفكر ترفع سماعة التليفون تسأل علي هي الناس نسيت لما كنت فوق القمة والناس كلها حوالي مشيرة الى انها تنتظر فتح الطيران مع امريكا للسفر للعلاج هناك مع احد الاطباء كسر انفها حرية فرغلي لعبتها المفضلة هي رياضة الفروسية والتي كانت تمارسها بشكل مستمر حتى تعرضت لحد السيرة اثناء ركوبها الخيلة بعد ان قفز في الهواء فسقطت من على الحصان ليتسبب في كسر في انفها واصابات اخرى وعانت من مشكلات في التنفس بسبب خطأ طبية وذهبت لأحد الاطباء المتخصصين في الانفة والازن لمعالجة مشكلة التنفس لكن ذلك افسد مظهر انفها فحاولت ان تجري عملية تجميلة ولكنها لم تنجح والامر ازداد سوء مشكلات الخطوبة والزواج خلال حياتها حاولت حرية فرغلي بناء اسر مرتين ولكنها فشلت في كل مرة ففي الاولى عاشت قصة حب وقررت بناء حياة اجتماعية واسرية وبالفعل تمت خطبتها ولكن القدر منع استكمال الحياة الزوجية حيث توفي خطيبها في حاد السيرة قبل موعد الزفاف بيوم واحد فقط وفي المرة الثانية اعلنت خطبتها من احد الاشخاص من خارج الوسط الفنية وتركها بسبب فيلم كلمني شكرا بعدما حكت له عن شخصيتها في الفيلم قبل التصوير او عرضه بالسينمات بشكل مفاجئ دون مبررات حسب وصفها مشكلات اسرية وتعرضها للانتقادات عانت حرية فرغلي من تفكك اسري منذ ولادتها حيث انفصل كل من والديها بعد ولادتها بفترة تقترب من الشهرين وبالتالي فقدت النشأة وسط حياه اسرية طبيعية وهادئة كالمعتاد اشترقت في مسابقة عام 2002 وبالفعل فازت بملكة جمال العالم ولكنها تراجعت وتنازلت عن اللقب بعد اربح شهور بسبب اتهامها بانها قامت برشوة لجنة التحكيم عن طريق احد اصدقائها المقربين وهو ما اعتبرته اتهاما في الشرف ورفضته واقامت مؤتمرا صحفيا كبيرا ونفت هذه الشائعات وتنازلت عن اللقب استئصال الرحم اضخم ازماتها منذ عدة سنوات قدمت حرية فرغلي بطولة فيلم طلق صناعي مع الفنان ماجد الكدواني وقدمت خلاله دور سيدة تل الطفلين توأم في السفارة الامريكية بالقاهرة من عجل الحصول على الجنسية وبعد عرض الفيلم ونجاحه تحدثت عن سعادتها الشديدة بهذا الفيلم نظرا لانها خضت من خلاله تجربة الحملة والولادة والامومة واعلنت وقتها عن عدم قدرتها على الانجاب نهائيا بسبب استئصال الرحم حيث اصيبت بتلايف فيه واضطرت لاستئصاله لينتهي حلم الامومة بالنسبة لها قبل ان تبدأه ونرصد في التقرير التالي ابرز الرسائل للفنانة المصرية حرية فرغلية والبداية مع الفنان سيد رجب نشر الفنان سيد رجب صورة جمعه بالفنانة حرية فرغلية من احد اعمالهم الفنية عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك معلقا ازموها تعدي وانت جميلة القلب قبل كل شيء الفنان محمود عبدالغني نشر الفنان محمود عبدالغني عبر حسابه على موقع انستجرام صورة مع حرية فرغلية خلال الاعمال الفنية التي تشارك فيها معنا معلقا كنت وستظلي جميلة قلبا وقالبا ازموها تعدي ان شاء الله على خير الفنانة اميرة العيدية كتبت الفنانة اميرة العيد عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حرية حبيبتي بحبك اوي ان شاء الله هتجومو هتبقى احسن من الاول ان شاء الله فتروها تعدي كلنا جنبك يا حبيبتي الفنان مصطفى درويش نشر الفنان مصطفى درويش عبر حسابه على موقع انستجرام صورة للفنانة المصرية حرية فرغلية وعلق جميلة القلب والمظهر حرية فرغلية كل اللي اشتغل معاك وعرفك عن قرب شهد لك بطيبة القلب وجمال الروح وحبك للجميع ما تزعليش ان الكل تلها لان دا حال الدنيا وكل واحد بيعافر في اتجاه وبينشغل حتى عن اقرب ناس لي بس اللي لازم تعرفيه ان الكل بيحبك ومنتظرينك ترجعي احسن من الاول وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع تصريحات الممثلة المصرية حرية فرغلية حيث عبرت عن حزنها الشديد عن بعد اصدقائها والمقربين منها وتركها واحدة ومكتائبة وقالت الفنانة حرية فرغلي لو الوسط الفني مش عايزني قلي وانها اختفي خالص مشيرة الى انها تعاني من فقدان حسة الشم والتزوق منذ سلاسة سنوات بسبب عمليات جراحية في الانف واشرت حرية فرغلي الى ان الجمهور يجتمها ويوجه لها كلام غير لائق مستهزئا من شكلها وانفها كما اكدت الفنانة حرية فرغلية انها بيجيت حبيسة غرفتها لمدة سمانية اشهر بسبب شكلها وعوضحت الممثلة المولودة في الامارات انها ستجري عملية جراحية مع طبيب عالمية لترجع الى شكلها السابق لافتة الى ان فيروس كورونا منعها من السفر الى الولايات المتحدة لاجراء العملية وذكرت ان الفنانة لبلبة والفنانة رانيا محمود ياسين هم الوحيدتين اللتان كانوا يطمئنان عليها باستمرار وتابعت كنت بقول عيزة اروح جابري بسبب شتيمة الناس كل شوية وعبر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعية عن تمنياتهم لها بالشفاء العاجل فيما عبر اخرون عن حزنهم بل بعضهم بكى بكاء شديد وطالب العديد بوقف التنمر على الفنانة المصرية كما تضامن الكثير معها واجرت حرية فرغلي عدة عمليات تجميل لانفها وذلك بعد ان وقعت من على الحصان اثناء ممارستها هوايتها بركوب الخيلة وتعرضت لكسر فيه حيث عشقت الفروسية الفنانة حرية فرغلي خطيبها مات قبل الفرح بيوم واستقصلت الرحم كنت بحب بس خطيبي توفي قبل الفرح بيوم مفيش حب خالص وجلبي ما بجاش بيدج الحد كنت بتمنى اكون ام بس خلاص استقصلت الرحم عملت تسع عمليات تجميل وجلبي وقف اربع دجايج اتعذبت كتير وما كنتش بعرف اتنفس خالص عايز راجل يراعي ربنا في واكون مالي عينه هذه ابرز المحطات المؤثرة في حياة الفنانة المصرية حرية فرغلية انتهى الفيديو لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد شكرا على حسن المتابعة